موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اللغة فرنسية التاني اعدادي نستكمل إن شاء الله مع موضوعين كما رأينا أحدهم فيما سابق والمتعلقين بطبع الحال بلا فيزي بطبع الحال هي النضرق وسنفهم بطبع الحال هذا المعنى من خلال التطرق للموضوع التاني إذن كما قلنا فيما سابق مقارنة مقارنة افتتاحيتين لكي يستنتج منها وكما قلنا فيما سابق بأن النضرق المقصود بها والتوجيه والتصويب النظر أو تصويب أي أدت وأعطينا أمثلة بطبع الحال ومن بين الأمثلة بطبع الحال التي أعطيناها إن الإنسان يأخذ منظارا مثلا في العلوم وتوجيهه نحو شيء دقيق لتراه عن قرب ولكي تكبره ولكي تعريف دقائقه إن ساحت تبير إذن وقد رأينا بطبع الحال هذه الجريدة التي وجهت أنظارها وجهت يعني رؤيتها إلى هذه الأزمة يعني أن وجهت نظارها بطبع الحال هذه الأضغام يعني هذه المأساة وسلطت عليها الضوء يعني أنك تسلط الضوء على شيء معين هذا هو المعنى ذي اللافيزي يعني لكي تستنتج من هذه الموضوعين إذن على أي شيء سلطت كل جريدة أضواءها إذن هذه الجريدة بطبع الحال أنها وجهت نظارها ووجهت أضواءها لهذا الموضوع لهذا المأساة بطبع الحال لماذا؟ لكي تستنفر الرأي العام ولكي تقول للإنسانية بأن هناك أناس يموتون ويضيعون لا لشيء إلا للقمة عيش إذن عندنا المثال الثاني هو إديتوريال جورنال دي كوليج إديتوريال يعني افتتاحية جورنال يعني أنها خاصة بالجريدة دي كوليج ولكن هذه الجريدة هي متعلقة فقط بالتنوية إذن عندنا الشيخ كامراد إذن هنا افتتاحية بطبع الحال هذا هو مقالها الشيخ كامراد يعني الأصدقاء أو الرفقاء الأعزاء مونيكيب يعني فريقي ليكيب هو الفريق هو المجموعة مجموعة أشخاص أو أي مجموعة أخرى إذن مونيكيب يعني مجموعتي دو غبورتة مونيكيب دو غبورتة المخبرين الصحفيين من المراسلين طبع الحال هناك فعل آخر بالفرنسي يسمى غبورتي أنك تنقل شيئا من مكان إلى آخر إذن حتى هد المخبرين الصحفيين أو المراسلين هذا الإسم المعتلى طبع الحال هو قريب من فعل غبورتي يعني نقالك أنك تنقل شيئا من مكان إلى آخر إذن مونيكيب دو غبورتة يعني فريقي من المخبرين الصحفيين أو من المراسلين الصحفيين أموامام وأنا أيضا أموامام سوم يعني نحنق لأنا متن تكلم على مونيكيب يعني واحد المجموعة للأشخاص ثم أموامام إذن رولات نو هذي عشنا هي نقل إذن طبع الحال عندما نتكلم عن ضامير نحنق عندما نتكلم عن ضامير نحنق باللغة الفرنسية إذن هذا الضامير المقصود به هو آنق ومجموعة أشخاص معي هذه البنت تتكلم وتقول مونيكيب دو غبورتة يعني فريقي ميناء من الصحفيين طبع الحال أموامام وأنا أيضا سوم إذن ولات نو سوم إذن هذي المجموعة إذن بحل أخذينا ذيك نقل وفرقناها نعطينا شكون هما هذ نقل إذن هذ نو هما ليكيب وآنق إذن طبع الحال هي نقل إذن نصوم إذن ماذا قالت هنا مونيكيب دو غبورتة أموامام صوم وأنا أيضا صوم يعني نحن نصوم هذا الفرب أتخ إذن نحن بذاتنا و بأنفسنا يعني نحن فريحات طبع هذا الحال من خلال هذ الوصف هذا يعني أنه فريحات يتضح بأن المتكلم إنت يعني أن المتكلمة أنتق وأن هاد ليكيب يعني هاد المجموعة التي ترافقها هم أيضا إينات لماذا لأننا قلنا هنا أغوز لأنها قالت أغوز نحن نصوم أغوز نحن فريحات ولم تقول نصوم أغوز يعني نحن فريحون دو غبورتة إذن هيا ماذا تقول من أكيب دو غبورتة أموامام يعني فريقي أموامام يعني فريقي من الصحافين أموامام وأنا أيضا نصوم أغوز نحن فريحات دو غبورتة لكي نقدم لكم دو غبورتة لكي نقدم لكم هذا البرب كما نرى لماذا أتاق في الانفينيتيف لأنه جاء بعد دو دو غبورتة لكي نقدم لكم إذن أي فعل يأتي بعد دو أو بور أو أنه يأتي مباشرة بعد فعل آخر إلى آخره إذن أنه يكون في الانفينيتيف إذن دو غبورتة دو غبورتة لجورنال دي كولنج أقدم لكم الجورنال يعني أقدم لكم جريدة ماذا؟ الإعدادية إذن ما هو اسم هذه الجريدة المتعلقة بهذه الإعدادية إذن اسمه وعنوانه دي سين مواق أمطن يعني أرسم لي خروفا طبعا الحال كما سنلاحظ بأن هذا الموقع هو حقيقة موجود على الانترنت ولماذا هذا العنوان بالضبط؟ لأن هناك قصة كما رأيتها يعني باللغة الفرنسية يعرفه بطبع الحال الفرنسيون يعني تماما تحكى لهم اختصارا اختصارا هذه القصة أنها تتعلق بشخص أنه كان في الصغر يرسم أشياء لا يفهمه فيها الكبار كان هناك شخص صغيرا يرسم أشياء ويحاول أن يعبر عنها ولكن الكبار كانوا لا يفهمونه لذلك هو رغم ذلك أنه عندما كابور أصبح ماذا؟ أصبح ربا طائرة ثم أنه ابتعد عن الرسم ولكنه في يوم من الأيام وهو يسير بطائرته طبعا الحال في الصحراء فإذا بطائرته تسقط أرضا طبعا الحال أنها لم تصب كاملة ولكنه بقي هناك أمل يحاول من خلال أن يصلح طائرته لكي لكي يفر بنفسه لأنه في الصحراء إن بقي هناك فسوف يهلك إذا انطبعت الحال رغم أنه حاول لإصلاحها فإنه في الأخير لم ينجح ولكي يأخذ قصة من الراحة فقد نام بجانبها فإذا به يستيقظ على طفل هذا الطفل كما يأتي في الحكاية بأنه بخانس يعني أنه أمير طبعا الحال يقول له ماذا؟ أرسم لي خروفا طبعا الحال هذا الربان هو في حالة خاطرة وفي حالة يعني قد تذهب فيها نفسه فيها إذا طبعا الحال يفاجأ هذا الطفل يبطل منه أن يرسم له خروفا إذا طبعا الحال أمام إصرار هذا الطفل طبعا الحال هذا الربان يقول له من أين أتيت؟ وأنا لا أعرف الرسم طبعا الحال رغم ذلك قال له أرسم لي فلما رسم له خروفا قال له هذا الخروف يعني مريض لا يرسم لي خروفا جيدا فلما رسم له طبعا الحال خروف آخر قال له هذا الخروف يعني ليس بخروف له قرون هذا هذا ليس خروف هذا يعني كبش إن صح التعبير إلى آخيره يعني بقي هناك يعني أخذ ورد في الآخير هذا الربان أنه رسم له ماذا؟ رسم له صندوقا وقال له إن الخروف الذي تطلبه هو في وسط هذا الصندوق الذي رسمته لك طبعا الحال هذا الطفل راضيق هذا الأمير أنه راضي بهذا الرسم ثم أنه استمر في السؤال طبعا الحال أن القصة ستستطرد بأسئلة أخرى وحوار آخر بين الطفل وهذا الربان الذي بعد ذلك حاوله ليصلح طائرته وهذا الطفل طبعا الحال أنه يزعج بعض الأسئلة رغم ذلك أن هذا الربان طبعا الحال هذا الربان يجيبه عن بعض الأسئلة أربما التي تبدو لنبديه هيك ولا يمكن طرحها لماذا هذا الربان كان يجيب هذا الطفل؟ لأنه عندما كان هو نفسه كما قلت في البداية كان صغيرا كان يرسم أشياء وكان يسأل عن أشياء تبدو للكبار بأنها يعني من البديهية ولا يجيب طرح أسئلة حولها إذن هذا الربان طبعا الحال كان يجيب هذا الطفل وتذكر نفسه عندما كان صغيرا على كل حال القصة ستستطرد أيضا ببعض المسائل التي تبدو أنها من وحي الخيال جدا كان يسأل عن أسئلة مثلا من بين الأسئلة التي كان يطرحها لماذا الورد لها أشواك؟ كيف هي بذا الشكل؟ يعني أنه يسأل أسئلة ربما تبدو من المعتاد ولا يجيب السؤال عليها على كل حال يعني هذه القصة لها معنى ولها مغزق لذلك أتي هنا بهذا العنوان يعني كتذكير بهذه القصة بطابعة الحال التي أخذت بطابعة الحال يعني واحد تجدر واحد أنها رسمت بطابعة الحال مكانتها إن صح التعبير في أدهار الكثيرين وقد حاول بطابعة الحال كيتب من خلالها أن يمرر أخلاقا معينة ومبادئ معينة بطابعة الحال في التعليم خاصة على كل حال تبقى فيها بعض الأمور الخيالية إلى حد ما على كل حال تبقى هي قصة التي يهمنا فيها أنها قصة تعود هذا الأمر يعني أرسم لي خروفاً عندما نقول يعني لا يجب أن نحصر فكرنا في هذا المعنى بالضبط في هذا يعني أرسم لي خروفاً ولكن علينا أن نعود لجدور القصة لدرجة أن هناك مغني فرنسي فبهذا الحال أنه غنى قاسيدة متعلقة بهذه القصة إذن هم سموا هذا الجورنال يعني هذه الصحيفة اسم محمده أرسمي موهما إلى المطن كي كام كام تعني كاما كي كام كما يمكنكم يعني أستنتجوه كما يمكنكم يعني أن تستنتجوه كما يمكنكم من فعلين ما كي كام كما يمكنكم يعني الذي كما يمكنكم أن تفهموه أو أن تستنفطوه يعني أنه سيظهر يعني هذه الصحية بطبع هذا الحال ستظهر يعني ابتداء من اليوم سيظهر يعني أنه سيظهر على موقع الإعدادية سيظهر سيظهر نتذكر 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 يعني أنه سيظهر يعني أنه سيظهر سيظهر لتذكر توالانتدار اذا ننبلي بَقْ نوزىطندون بأننا ننتظر أفك إمباسيونس هم ينتظرون على عدم صبر نبلي بَقْ نوزىطندون أفك إمباسيونس لا تنسوا بأننا ننتظركم إن صح التعبير نوزةطندون هنا ننتظر أفك إمباسيونس يعني نحن ننتظركم بعدام صبرين يعني أننا لا نستطيع أن نصبر أكتر يعني أننا لستطيع أن نسبو seres كال Bjورج أقرم productive يعني شريك و المقصودنا نبقاً download إعنّاً عميه أو donkey ولكن مع почему الإمتعفوzh نبقى لأننا نبقي أن نوigg ماذا ينتظرون؟ تساؤلاتكم واقتراحاتكم تسمى تدج من فعل سجاري مقالات هنا مقالات 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 أو مواضيع مختلفة شاركوا بما شئتم يعني انتظاراتكم يعني ماذا تنتظرون من هذه الجريدة؟ اكتبوا ماذا تنتظرون إذا تجي من فعل إذا هناك يعني انتظاراتكم طبعا الحال أنتم كأشخاص متابعين للجريدة كل له انتظار معين أيضا كما أنكم لكم انتظارات فلا شك أن لكم يعني انتقادات هناك أمور ربما هناك أمور ربما لا لا تعجبون بهم طبعا الحال في الجريدة إذن ايهو كريتيك وانتقاداتكم الانتقادات كما رأينا فيما سابق الانتقاد هو أنك تقول الأشياء الأشياء السيئة في الشخص أو في أي شيء معين إذن هنا طبعا الحال الكلام يدور حول الجريدة التي عنوانها دي السينمو أموطن يعني أنت عليك أن تقول ماذا تنتظر منها هل تريدها أن تناقش هذا الموضوع أو تريدها أن تخرج لتسأل التلميذ مثلا عن مشاكلهم أو تريدها أن تتواصل في أمر مقمتلا أو أن تتطرق لموضوع معين إلى آخره وأيضا يعني أنك تقول لهم عليكم أن لا تقوموا بهذا الأمر مرة أخرى هذا الأمر لا يعجبني في هذه الجريدة طبعا الحال إلى آخره وتقول لماذا طبعا الحال يعني على الموقع أو على العلبة الخاصة بالرسائل إذن أوضع لابوات أو لاتر أو بالعلبة الخاصة بالرسائل يعني ممكن المقصود بها الرسائل التي نعرف أو الرسائل الإلكترونية كي سو سي تي التي توجد كي سو سي تي التي تتموقع التي توجد لغرب سي تي أو سو سي تي يعني تموقع أو تواجد كي سو سي تي أو سي دي طبعا الحالة السي دي طبعا الحالكما نرى هي أبغيvéياتي يعني هو اختصار لجملة معينة يقصد بها اسمان معينة إذن غالبا سي يكون المقصود بها هو centre دوكيمانتشي إذن فرماتشي يعني هو مركز التوتيق و المعلومات كي يكون المقصود بها أيضا اللغة من الانجينيور viم هذا امر يعني هذا العدد الأول نه ديديون نحن نه ديه نه ديديون نحن نهديه على الادمنسترسيون يعني للإدارة و بالخصوص نتكلم عن شخصين بارتكولي أو عن شيء بارتكولي أو بارتكوليير بالنسبة المؤنت إذن يعني أنه خاص إذن ان بارتكولي بالخصوص و بالخصوص أمدام ريان لسيدة ريان سان لأكور دكي يعني اللتي بدوني موافقتها سان لأكور دكي يعني التي بدونها هذا الجورنال يعني هذه الصحيفة يعني ما كان لها لتكون يعني أنه موجود إذن هذا الجورنال يزن و حدي صحيفة ما كان لها لتكون zzن laughs Marina نتحدث عن لأكور دكي يعني WHauftكه يستطيب هذه الصحيفة لا يمكنها ان تكون إذا نتبع هذا الموقع الجرد كما نرى المتعلق بهد المتعلق كما نرى من الصلاة الأنقبل القليل من أجل المتعلق ونحن نعرف لكم أن نعرف لكم أن نعرف كما قد نعرف يتحدثون من الآن على المتعلق لن توقيت نحن نجد من وضع مؤسسات وضعاتك 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 على المتعلق على المتعلق المتعلق على المتعلق أوكت أو أيضا الدولة وضعاتك وعلى الرسالة على مجد أن نحن له من الرجال هذا المتعلق لديه اليد في المتعلق في صحيفة الذي يهمون فيها الذي يهمون في الصحيح بطبع الحال هو لافيزي بطبع الحال هي النضرق إذا بطبع الحال باختصار النضرق التي قامت بها الجريدة الأولى هي في هذا الاتجاه في هذا الموضوع في هذه المأساة أما النضرق التي ألقتها افتتاحية الجريدة الثانية فكانت حول افتتاح جريدة بطبع الحال وحول موضوع يتعلق بما هو تدريسي بما هو متعلق بالتلاميذ وبما هو متعلق بمشاركة التلاميذ وفي تنشيط بطبع الحال الأراء والأفكار عند التلاميذ بطبع الحال وبتشجيع الكتابة وبالتشجيع بطبع الحال الاقتراحات إلى أخيره والمواضيع الممكن أن تنتج عن فكر التلاميذ إذن بطبع الحال هنا نلاحظ بأن هناك يعني تسليط أضواء مختلفة هذه الجريدة بطبع الحال سلطت ضوء آعق على اتجاه معين يتعلق بما هو تدريسي بما هو متعلق بالتلاميذ وهذه الجريدة بطبع الحال أنها سلطت ضوء آعق على مأساة متعلقة بشرق إفريقيا خاصة والمتمتلة بطبع الحال في المجاعة إذن هذا الذي نسميه لا فيزي التصويب المتعلق بكل جريدة هذه الجريدة صوبت كاميراتها حول هذا المنظر وحول المأساة لتنقلها للناس وهذه الجريدة بطبع الحال صوبت طبع الحال أقلامها وتوجيهاتها إلى آخره حول موضوع آخر مختلف تماما والمتعلق كما قلنا بما هو تدريسي وبما هو متعلق بالتلاميذ عندنا هنا لدي تغيال يعني الفتتاحية ديفيران يعني هي مختلفة هي نفسها داتها مختلفة هذا هو الفرب اتر ديفيران يعني أنها مختلفة دان جورنال ألوت يعني هذه الافتتاحية كما قلنا فيما سبق ورأينا معاير أخرى أنها تجعل الافتتاحية الطبع الحال مختلفة من جريدة لأخرى لكن هنا الطبع الحال سيركزون على نقطة أخرى واختلاف آخر سيركزون على نقطة أخرى يعني هذه الاختلافات كونسيرن يعني أنها تتعلق كونسيرني مثلا ممكن أن شخص يطرع عليك قضية فتقول له هذا لا يتعلق بي وليس لي بي غرض إذن سر سنمو كونسيرن يعني هذا لا يستهدفوني إذن كونسيرن يعني أن تستهدف وتتعلق بماذا تتحدد اختلافات يعني يعني طبع هذا الحال يعني العنوان يعني ممكن أننا نتكلم عن افتتاحية بعنوان وافتتاحية أخرى بعنوان تاني وافتتاحية ثالثة بعنوان ثالث إذن هناك اختلاف بين هذه الافتتاحيات يعني الموضوع طبع هذا الحال كما رأينا فيما سبق جريدة تتكلم عن الموضوع المجاعق في شرق افريقيا. هو جريدة اخرى تتكلم عن موضوع متعلق بالتلاميذ وبمشاركاتهم. اذا لستخيكتير يعني البنية. عندما تقرأ عندما تقرأ افتيت احيب طب هات الحال ستراها بانها تتكون من بنيات تتكون من بنيات معينة. تماما كتلك الليبينات التي توضع في كل حائط لكي نبني منزلا. اذا طب هات الحال هنا نتكلم عن البنية. من ماذا تتكون هذه الافتتاحية. اذا اذا فتشنا فيها وبحثنا فيها سنجد انها تتكون من عدة فقرات. كل فقرة تتكلم عن شيء معين. اذا هاته تكون ما نسمي البنيات المتعلقة بهذا الافتتاحية. وهذا الذي رأيناه قبل قليل. الفيزي يعني والمنظورات يعني والتصويبات والمنظورات ان صح التعبير في اي اتجاه ستنظر هاد الجريدق وفي اي اتجاه ستصوب هاد الجريدق يعني فوهة كاميراتها. وهذا الذي نراه بطبيعة الحال. هذا بطبيعة الحال من المشاكل التي تطرح التي تطرح في المجال. اننا نجد بعض الجرائب بطبيعة الحال انها تركز على بعض الموضوعات التفهق. فتجعل منها شيئا كبيرا وتتناسق ام وتتناسق امورا كبيرة فيتجاهل الناس بطبيعة الحال. ممكن انها تقع اخطأ. يعني انهم يكبرون شيئا صغيرا فيكبر فيظهر عند الناس شيئا كبيرا فتتناقله الالسينة ويشغل الناس. وهناك بطبيعة الحال موضوعات كبيرة على الناس ان تشغل بها لكنها تتجاهلها. بسبب ماذا؟ لان هذا الفيزي التي المتعلقة بطبيعة الحال بهذه الصعوف لم تكن يعني كما ينبغي. اذا هذا فيما يخص هذا الموضوع متعلق بلا فيزي. متعلق بالتصويب او او توجيه الرؤيق الى شيئين معين. اذا هذا فيما يخص هذا الموضوع اياكم الله و الى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر